اشتركوا في القناة نحتاج له كمقادير للعجين نسكيلو دقيق الفورس الممتاز الخاص بالحلويات دقيق ابيض او الفارنة نحتاج له معلقة كبيرة الياغورت طبيعي او لضانون السوس معلقة كبيرة السكر ساندة او لسكر حبيبات معلقة كبيرة زيت النباتية شوية ملح تقريبا ربع ملعقة ملعقة صغيرة من الخل وعندي ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الحبيبات او الخميرة دي الخبز او الخميرة المعجونة نكمية قليلة ربع ملعقة فقط سوف ننزل للطريقة ونحتاج بطابعة الحال المدافي باش انا سوف نعجنو العجين ان شاء الله انتقلوا للطريقة فبالنسبة للطريقة السهلة العجين العادي سوف ننزل المكونات الملح زيت نباتية غرص طبيعي بدون نكا ننزل 500 جرام الدقيق الأبيض سوف نعبر لكم الماء بالكؤوس لكي تشاهدون حلط خلية الماء العجينة تقريبا محل العجينة المسمن سوف نقاطة قليلا لان ما زل سوف نجعلها ترتاح ترتاح الأمريكين من بعد ما نجمعها انا نجعلها لطاولة العمل ونحاول ندركها قليلا أعفوان بالنسبة للعجينة انا لديت لي جوجة الكؤوس العنبة ما عمرينش يعني غير مملوئين كتديرها وكتدركها واحد جوجة دقيقة تقريبا العجينة كيف كنت تكوني قسحة للجينة المسمن بالنسبة لخمسمية قرام دقيقة قدت ليا كأسين غير مملوئين يعني ما عمريش ديال الماء الدافي كنت لكها بحلقة واحد شوية كيف كنت شوفوا هذا القاوام ديالها وغادي نديرها هنا في واحد البلاستيك وغادي نسد عليها مزيان باش نخليها ترتاح هاد العجين هادا كل ما ارتاح غادي يعطيكم نتيجة احسن فاداك شعلاش خاصكم ديروها من الاول شوية قاسحة باش ما كاترخاش لكم بزاف لان فاش نخليها في البلاستيك راها كاترخة بزاف بزاف غادي تعطيكم في الخدمة إلا كانت خفيفة صفي من بعد كنخليها هناك ترتاح وغادي ننتقلوا إن شاء الله وش نحضروا الكريمة أنا صراحة أنا كنت غادي نصايبها بالجبن ولكن ما لقيتوش واللي صدرت هاد الكريمة هادي الحشو وانتو ما يلقيتو الجبن فهو كيجي فيها زوين ومن الأحسن درت هنا نسف لتر ديال الحليب مع ربعات المعالقة الكبار ديال إنشا ثلاثة المعالقة ديال السكر سيندا أولا سكر حبيبات وثلاثة المعالقة ديال بودرة شونتي بالنسبة لهاد بودرة شونتي إلا ما لقيتوهاش ممكن تعوضوها بعلبة القشطة 200 جرام أو لعلبة ديال الكريمة السائلة 200 ميلي لتر كندير المكونات كاملة في كاسرول وكنديرهم فوق نارلي هي مهيلة مع التحريك المستمر باش ما كينزلش لنا نشالقع الكاسرول التحرق وكنستمر في التحريك بهات الشكل لنار لي هي مهيلة كيف قلت لكم حتى كيتقلي عفون الخاليط مزيان وكنخليه يبرد خلي وهي برد مزيان مزيان بما يرتاح لنا العجين وعد باش نختمو به ان شاء الله هنا باش كيرتاح العجين غدي نحيدو دبام البلاستيك هانتوما كيف غدي تشوفوا معي يراه العجين كي ترخا يعني وخا قدرتو يعني قاسح شوية كيف كتشوفو راكي ولي يعني مرخي وكي يعطي الطوع وكي ولي إلاستيك هانتوما كيف كتشوفو غدي نجمعو بحلاكة ان شاء الله وغدي نقطعو او غدي نشكلو على شكل كويرات للحجم طبيعي يرجعلكم هو من الأحسن يكون شي شوية كبير لأن كل كرة دي العجين ان شاء الله غدي نقسموها على جوج فاش غدي نطلقوها سوف يغير بهذا الشكل حتى كنشكلهم كاملي وغدي نجيب هنا كمية من الزبدة نخلطها مع شوية دي الزيت يعني الكمية تكون متساوية ما بين الزبدة والزيت لأن الحال بارد وش ما كتجونش لنا الزبدة وكتعدبنا في الخدمة سوفي كنطلق هدوك الكويرات غير شي شوية بهذا الشكل كيف كتشوفو غير بحلاكة باستيعانة بالزبدة والزيت وكنخليهم كيعودوا إن شاء الله يرتاحوا ونديروهم هكا بالترتيب باش كنعقلوه على أول وحدة طلقناها بهذا الشكل هذا نغطيهم بالبلاستيكة ونخليهم ما بين خمسة حتى العشرات ديالتقيق كحد أقصى يرتاحوا شوية بشع أو ثاني نطلقهم إن شاء الله سوفين بعد ما كيرتاحوا كنناخد أول كورة وكنتقى نطلقها بحلاكة ممكن نطلقوها يعني بطريقة العادية اللي كنتلقوا بها العجينة ديال المسمن يعني هكا غرب الأصابع ديالنا كنورقوها حتى كتكون رقيقة العجينة ونحاولو ما نقطوهاش لأن الكريمة إلا تقطعت لنا العجين كتبقى تخرج لنا على برة سوفي كنرققها بهذا الشكل والكريمة خاصة تكون باردة مزيان كيف شتوا عنا دهنته هنا يا بالخالد ديال الزبدة والزيت عفواً وعد هنا الكريمة كيف كتلكم درتها في جيب حلواني قسمت العجينة على جوج وكننخرج بحل هكا بالبوش وغادي نبدلوي ولا نلف العجين على الكريمة هنا الكريمة خاصة تكون باردة مزيان مزيان أنا كيف كتلكم كنت عوالاً ديرهم بالجبن ولكن فاش ما لقيتهم شعادة رجعت درت يعني صيبت هاد الكريمة في آخر لحظة وما برداش عندي مزيان يعني ما خليتها شفت اللاجة بردت مزيان فقط يعني ما بقتش سخونة وليت خدمت بيها يعني ما قابطاش أنا راسها مزيان مزيان مهم كيف كتشوفوا أنا كنشكل هاد باب هاد شكل هاد حري بلات ديال المحنشة كنحاول نلويهم مزيان أنا عندي هنا يا الإطار أولاد اللاطا اذهنتها هنا بزبداء أنا سبق لي وحضرت هنا يا الكورة أولى من العجين سوف كنبدلوي بحلقة وكلها الطرف ديال العجين كيبقى ليه كنخشيه لتحت باش ما كيخرش لي الكريمة من بعد فاش كنكون كنطيبة في الفران وغادي نستمر بنفس طريقة يعني كنورق العجين ديالي العجينة اللي هي خاصة تكون رقيقة باش ما تجينش معجينة من بعد ما حنشة فاش كطيب لينا وكندهن بالخالط ديال الزبدة والزيت يعني يكونوا خالط ماشي غير الزبدة بوحدها ونقسم على جوج وندير الكريمة ديالي ونستمر يعني بنفس الطريقة حتى كنكمل يعني قاعدة كالدائرة اللي عندي وحتى كتسالة لي الكريمة طريقة لي هي ساهلة يعني ممكن اي واحد يديرها كيف كتشوفو غري هي كنأكد على ان العجين خاص يكون مرتاح باش ما يعدكمش في الخدمة وممكن تعوضوها بالجوبن يعني الجوبنت هوا كيجي فيها زوين بزف سوفينا غدي نستمر على النفس المينوال حتى غدي نكمل قاعدة الكيمية اللي عندي ونعمر هاد الايطار هادا ومن بعد غدي ندهنها بشوية ديال زبدة والزيت يعني الخالط غدي ندهنها كالوجه ديالها غير شوية ماشي بزف وغدي ندخلها الفران سخون النار في الاول غدي تكون مرتفعة غير ملتحت ديالها مدة خمسة دقايق ومن بعد غدي ننقص عليها بش كاتب ليها مزيان وما كاتبقاش معجنة ففي كنخليها حتى كاتتتحمر من تحت ديالها كيف شوتو وكنا ننقص كيف كتليكم في الاول كنديرها على نار اللي هي مرتفعة ومن بعد كننقص عليها واحد شوية وكناخليها كاتتتحمر وكيكون هادا وشكل ديالها فاش كنخرجها من الفران كاتتتتحمر مزيان شوفو هنا يا ويتكم تسمعوا القرمشة ديالها من بعد جبت انا هنا شوية ديال العسل العسل العادية يعني غير مش هي عسل حرة وكندهل لها الواجهة ديالها مزيان ديروا الكمية اللي كاتعجبكم ديال العسل انا هكا كان ندليها وغادي ندهنها غير بالفورشات يعني مدرش كمية كتيرة تقريبا غير واحد جوجة المعرق كبار ديال العسل سوفيها الطريقة رايي يعني راه موضح كل شي قدامكم كتزيدها يعني واحد شوية ديال لده لان الكريم ما راه مدرنا شوية الحلاوة بزاف يعني في ناس الليتر ديال الحالي بدرناها يتلسط المعالقة ديال السكار وممكن نقصوم الحلاوة ومن بعد انا عندي هنا شوية ديال الكوكو محمر ومهرمش او لكون كاسي وغادي نرشل لها كا على الواجه ديالها كان زينها وممكن تزينوا باش ما بغيتو تزين كيبقى اختياري وكان هدا هو الشكل النهائي ديالها تمنى صراحة تنتج بكم وتجربوها ان شاء الله وتنل رضاكم وها هي ديال الكوكو وتكم تشوفوها شحالكة جيم ورقة والكريمة ديالها تجي روعة 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 في الماطق ندرها لكم بيدي باش شوفوها بسم الله هكا شوفوها عن قرب هكا شوفوها عن قرب كيف اش كجي مورقة والكريمة ديالتها تجي طريا وكجي المدق ديالها زوين ممكن نزيدوا لها المدق الزهري لابغيتو تهيا كيزيدها مدق زوين تمنى صراحة تجربوها ونمت اكري لجربتوها غادي تعجبكم اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك او لابوني او لسبسكرايب للموجود اشتركوا الاسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبهذا كنكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة